السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هنتكلم في السلسلة الجديدة دي عن البامب ويرنج. في مدخار الطردة المركزية احنا بتكلم بقالنا فترة على بعض الاجزاء فيها. هنتكلم على جزء مهم جدا جدا في المدخار الطردة المركزية ويأثر على اداءها جدا. اسمه البامب ويرنج. نخطع ناخد اسمها كده يعني قطعة بتتاكل بيحصل لها عملية تآكل نتيجة الاحتكام. يعني حلقة. يبقى معنا كده ان نفهمنا ان هي حلقة وبتتاكل. طيب يبقى بتتجدد. تعال نبص اهي هي حلقة بتركب على آآ الساقية او الامبلر او الجزء الدوار في المدخار الطردة المركزية اللي بيدفع السائل. ومنها جزء تاني بيركب قصاده في بتاع المدخار نفسه. يبقى جزء ممكن يركب على الامبلر نفسها وجزء بيركب على المدخار جسم المدخار السابت. جزء متحرك وجزء سابت. يبقى عشان لو حصل ما بينهم احتكاك يتم استبدالهم. طيب. تعالوا نبص كده لو قدامنا دي مدخة طردة مركزية. نركز مع بعض كده. مدخة الطردة المركزية اللي قدامنا دي هي مدخة مرحلة واحدة يعني فيها امبلر واحدة فيها مروحة واحدة فيها آآ ساقية واحدة. اهو ادي الامبلر بتاعتنا اللي بتلف عشان تدفع السائل. هتاخد من السحب تطلعه على الطرد. وادي الاحمر ده هو اسمها يعني ايه? هي الجزء القابل للتلف ويتم تجديده اللي بيركب على بيركب على الجزء المتحرك اللي هو طيب والتاني ده هو النص التاني منها هو الجزء القابل للتلف اللي عشان يتحمل الاحتكاك هو وبيركب على الجزء السابت من المدخة اللي هو اللي هو بين بعض الجوجع بتاع المدخة طيب يبقى في جزء سابت وجزء متحرك واحد بيلف والتاني سابت واحد بيركب في الجسم واحد هيركب على الامبلر. تمام كده? تعالوا نكمل. لو احنا عندنا المدخة ايه? بتاعتنا ادي اهو الحلقة السابتة اللي بنسميها الكيسنج والرينج اللي بتركب على الكيسنج نفسه. وبنسميها كيسنج وير رينج. وادي التانية اللي بتركب على الامبلر بيسميها الروتاتينج امبلر وير رينج. يبقى عندنا الكيسنج وير رينج هي عبارة عن حلقة سابتة. والامبلر وير رينج هي حلقة بتتحرك بتلف مع الامبلر بنفس سرعتها. طيب. ممكن ابقى عندي مركب. احنا كده عاملين نقول ايه? حلقة سابتة وحلقة متحركة. يعني دول اتنين. يعني دول زوج. ممكن يبقى. عندي زوجين. يعني ايه? يعني ممكن يبقى قدام. وورا قدام الامبلر وورا الامبلر. فيبقى عندنا اللي ما يجي نوصفه في حلقة سابتة بتركب على الامبلر وحلقة متحركة بتركب على آآ حلقة سابتة بتركب في الكيسنج وحلقة متحركة بتركب على الكيسنج. نرجع نتكمل. ده ممكن يبقى اتنين واحد يعني قدام الامبلر واحد في ضهر الامبلر في الباك بتاع الامبلر. طيب. تعالوا نكمل كده. لو احنا شفنا ادي الامبلر بتاعتنا ايه? ده نفسه. يعني كده احنا بنبص على البامب من ناحية السحب. من فتحة السحب. من فلانشة سحب البامب. من فلانشة السحب بتاع المضخة. ده الكيسنج بتاعنا. اللي هنركب فيه الحلقة السابتة. اهي. ادي الحلقة السابتة ركبة في الكيسنج باي وسيلة. هنتكلم عليهم بعدين. وبعدين ادي الامبلر بتاعتنا اهي. راكب عليها الحلقة. اهي. المتحركة. يبقى بقى في حلقة سابتة او حلقة متحركة والامبلر لما تلف هيبقى فيه مبيل لاتنين دول خلوص هيتكلم عليه. اللي اتكلمنا لهم اللي فات دول آآ مضخة طردة مركزية آآ بنسميها يعني آآ فيها وسحب طب لو اللي قدامنا دي دي مضخة طردة مركزية تانية لكن لها اتنين سحب هي نافية واحدة برضو لكن اتنين سحب. ادي اهو ادي الاتنين بتوعنا هم عليهم اتنين بنبص كده اتنين اتنين دول راكبين على السحب على ناحيتين السحب بتوع الامبيلر. شايفينهم? تعالوا نبص كده اهو ادي الامبيلر بتاعتنا اهي يبقى راكب عليها حلقتين حلقتين راكبين يعني الامبيلر نفسها اتموم امبيلر دول متحركين بيلفوا مع الامبيلر. وفي حلقتين تانين بيتسبتوا طبعا ببن. وعندنا حلقتين تانين اهم بيركبوا في في جسم الترمبا نفسه السابت يبقى في اتنين على الامبيلر واتنين على الجسم السابت اسمهم ايه? اللي هو الحلقة السابتة. بيركبوا في الجسم هنا. لو نلاحظ اركبوا في الجسم في الحتة دي. طيب في المضخات المضخات المتعددة المراحل. ده الموضوع اهم كمان من السنجل. بتاع نبص بتركب فين? لو ده السحب بتاع البامب. ودي المراحل بتاعتنا بنركز. عندنا كم مرحلة? اربع مراحل او خمس مراحل عشر مراحل ايا يكن في شايفينهم? بتتكرر بتفضل تتكرر في كل المراحل. دي بتاعزن بتاعزن السحب عن الطرد. وقادي الطرد بتاع البامب. طب تعالوا نشوف كده. ادي بتاعتنا وجنبها اهي. اللي هي السايبة. ادي الامبيلر وقادي الوير رينج بتاعتنا سايبة جنبها. بتركب في المكان ده. بتركب في المكان ده. تعالوا نبص بعد ما ركبت. كده بتيجي هي سايبة بتركب على الامبيلر زي ما احنا شايفين اهي. هنا بعد ما ركبت. تمام كده? طيب. وده الكيسنج. الكيسنج بتاعنا اهو. وعليه ويرنج. ادي الكيسنج واد الوير رينج سايبة. مش متركبة. بعد ما ركبت. بتركب في المكان ده بالضبط. هنا. بعد ما ركبت. اهي. هي اللي بتلمع اللي جوه دي. ملاحظين? تشوفها تاني. اهي. دي بتركب هنا. دي بقيت هنا. تمام? يبقى كده عرفنا الوير رينج بتركب فين. طيب. تعال لو مالتي ستيج لكن بتتفتح افقي. يعني تتقص من نص بنقصها. شايفين كل المراحل بتاعتنا دي? فين الوير رينج? ادي الوير رينج. ادي الامبلر نفسها اهي. دي فتحة السحب بتاعت الامبلر. ادي الوير رينج اهي ركبة. وهنلاحظ انها متسبتها ببنات اهي او او اهي. يبقى شفناها كده بتصبح جزء من الامبلر نفسها. هي بتتحول لجزء من الامبلر نفسها. وبتتكرر في كل المراحل بقى. من بعد كده. ان شاء الله نكمل اه موضوع في فيديو تاني ان شاء الله.